طيب جميل أنا كيف أقدر أكتشف أو أعرف أنه عندي نقص في الفيتامين فيتامين دال فيتامين دال طبعا بالأعراض أعراض طبيعية تكون عندك ألام في المفاصل في العضلات في العظام أحيانا يكون فيه خمول أحيانا يكون يطرابات في النوم مع هالشخص بيروح للطبيب يشكلها الأعراض هذه بيشيكها بالتحليل 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 الدال نعم بيبين مع النسبة و بيتضح مع نسبة فيتامين دال جميل أي أعراض الفتور والخمول ألام في المفاصل و الأشياء هذه يعني إنسان دائما يحاول يفكر في فيتامين دال فيتامين دال لكن في نقطة مهمة لا يكون كل شيء نعزوه لنقص فيتامين دال للأسف في هبة في المجتمع الآن أي مشكلة صارت نقص فيتامين دال عنده نقص فيتامين عنده سكر قال لك فيتامين دال عنده قلب قال لك فيتامين دال مو بصحيح هالكلام طيب إيش رايك في هذول اللي يروح الصيدلية بس حاسي بدري إيش رايح لصيدلية قال بالله يعطيني هذه الفيتامينات هذه مكملات أي مكملات هذه كارثة كبيرة ما تعوض ما تعوض كارثة كبيرة أنا قلت لك إذا مثلا فيتامين دال عنده طبيعي على أساسه حكم عنده نقص و راح يأخذ مكملات زيادتها هذه وش راح تسوي لنا راح تسوي لنا زيادة في امتصاص الكالسيوم و راح تسوي لنا سمية في الجسم نفس المشكلة أي و راح تسبب مشاكل حصوات كلا ممكن تسبب مرحلة لاحق لا سمح الله إلى فشل كلاوية حتى ساتر يعني الموضوع له أعراض جانبية إذا زاد كمان طيب أنا حتى أحمي نفسي من هذا الشيء هل في وقت معين أنا مفترض أسوي فحص دوري مثلا لفيتامين دال أشيق على الجسم و هل في أشخاص معينين مفترض يسوي الفحص الدوري هذا طيب كفحص دوري لا ينصح يعني أنه أفحص دوريا لا مع الأعراض مع مشاكل ممكن تروح تفحص لكن أنه فحص كذا بس دوري لا ما ينصح بالشيء هذا ولا في توصيات بالشيء هذا من جهات دولية حتى طيب لكن في أشخاص معرضين زي ما قلت لك شخص عنده سمنة ممكن يفحص أنه يتأكد شخص مثلا كبير في السن كبار السن برضو زي ما قلتك ما يتكون عندهم فيتامين دال زي الأشخاص الأسهر فمثل هذا والذي يروحون يفحصون شخص عنده أعراض يروح يتأكد لكن شخص طبيعي ما عنده أي عراض ما عنده أي مشاكل ما ينصح أن يروح لا يهوجوس ولا يوسوس لا لا أبدا يصلح تغذية ويتعرض للشمس والحمد لله يضبط أكله ويمشي في الشمس كم دقيقة في اليوم في الشمس ممتاز بالنسبة للشمس طبعا التوصيات ذكرت أنه ما بين 10 إلى 15 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع بالنسبة للشمس فيتامين دال يتكون بعد التعرض لأشعة فوق البنفسجية طيب جميل الوقت المفضل والليون صح به من الساعة 10 إلى الساعة 3 أو 9.5 تقريبا إلى 3 هذا في قمة مستوى الأشعة فوق البنفسجية ترجمة نانسي قنقر